السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف ندري الفقاس المغربي التقليدي بطريقة سهلة ومبسطة دعوكم معي تشوفوا المكادير وطريقة التحضير المقادير يمكنك تضعفها الساد البيضات نضع كسند العنبه الزيت كسد ساندة كسد زنجلان كسد لوز نضع الموس ورشة الملحة وطريقة على حسب الخالط كسد فاني ونصف ساشية الاخميرة 7 جرام نضع ملحة نضع الساد البيضات وساندة ونضع لفاني ونحرك بشكل جيد حتى لا نشعر بشكل جيد بالحوبيبات السكر نخلط طريقة الفقاس المغربي نضع زيت ونضع كسند الزيت حتى ينسجم الخالط ثم نضع المكسرات اللوز نضع جنجلان ونضع نضع نضع دقيق ونضع الخميرة الكيموية نضع نصف 7 جرام لن يخسر الفقاس نضع الخالط نضع شعر نضع 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 على حول نرى الحصول على حدث فران ننجح الفران ثم نقبط الفران نقبط الفران نقبط الفران نقطع الفران هذا هو السر للنجاح ثم نقبط الفران نقطع الفران بسهولة نضع window قstand العرب هذا worship فران ي Governier لا تنسوا الاشتراك اشترك على القناة اشتركوا اشتركوا بعد الى وصفة قديمة سلام ترجمة نانسي قنقر